أهلاً بيكم في مقرّة الكيمية الكهربية كيم 233 نواصل في الوحدة العاشرة وفي شرح أنواع الخلايا ننتقل إلى النوع الرابع من أنواع الخلايا وهو خلايا التركيز تنقسم خلايا التركيز إلى قسمين خلايا تركيز إلكتروليدية وخلايا تركيز غازية ثميت خلايا التركيز الإلكتروليدية بهذا الإسم لاحتوائها على محلول إلكتروليدي في هذا المثال هو نترات الفضة ونلاحظ أن المحلول في نصفه الخلية متشابه هو نفس المحلول إذن كيف يمكن الحصول على تيار من هذه الخلية يمكن الحصول على تيار من هذه الخلية نتيجة لاختلاف تراكيز المحاليل الإلكتروليدي على جانبي الخلية حيث نجد أن القطب الأيمن تركيزه C1 بينما القطب الأيسر تركيزه C2 ويتم اتصال المحلولين إما عبر غشاء مسامي أو عبر القنطرة الملحية التفاعلات في هذه الخلية يمكن اعتبار القطب الأيمن هو عبارة عن كثد وبالتالي يتم اختزاله من خلال اكتساب إلكترون واحد فقط بينما القطب الأيسر هو الأند حيث تحدث عملية أكسدة لفلز الفضة ويتحول إلى آيون الفضة مع فقدان إلكترون واحد فقط وهذا هو التفاعل الكل وهو عبارة عن مجموع تفاعلي الأند والكثد جهد الخلية يمكن حسابه من معادلة نيرنس حيث أن جهد الخلية يساوي 0.059 تكسيم N حيث N عدد الإلكترونات وواضح أن عدد الإلكترونات هو إلكترون واحد فقط لغ تركيز الحالة المؤكسدة على الحالة المختزلة النوع الثاني من خلايا التركيز هو خلايا التركيز الغازية في هذه الحالة الخلية تتكون من قطبين لنفس الغاز لكن يجب أن يكون ضغطي الغاز على جانبي الخلية مختلف حيث أن الغاز الموجود في الأند يجب أن يكون ضغطه مختلف عن الغاز الموجود في الكثب ويكون القطبين مغمورين في محلول واحد يحتوي على أيونات الغاز ويمكن تمثيل الخلية بهذا الشكل ونوع الغاز قد تكون أيونات موجبة مثل هايدروجين أو سالبة مثل الكلور حيث X هو الغاز X هنا هو الغاز وX قد يمثل مثلا الهايدروجين وفي هذه الحالة تكون أيونات موجبة أو X قد يمثل غاز الكلور وتكون أيونات سالبة في هذه الحالة بهذا نكون أنهينا هذا الدرس ونلتقي في دروس لاحقة لشرح مقرر الكيمية الكهربية كم 233 وثلاثين